السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من حوار الساعة يجمع الكثيرون على أن سوريا تتعرض لحرب اقتصادية ممنهجة أدت إلى تدمير المفاصل الصناعية والإنتاجية الأساسية فالحرب في سوريا منذ عام 2011 لم تقتصر على المحورين السياسي والأمني بل طالت البنية الاقتصادية فهل ما زالت الدولة قادرة على تأمين أمن مواطنيها؟ الغذائي والصحي والتعليمي؟ وهل بدأ إحصاء الخسائر ووضع الخطط لتعويضها؟ وماذا عن التبدلات التي ترأت على خريطة العلاقات التجارية الخارجية؟ عن هذه الأسئلة وغيرها سنحاول اليوم الإجابة مع ضيفنا وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد ظافر محبك أهلا بك وشكرا لإصدافتك هنا في الوزارة في سوريا أهلا وسهلا بكم ونأمل إن شاء الله أن نقدم لمشاهدينا المعلومات التي تعطي الانطباع بالطمأنين على الاقتصاد السوري وعلى أمننا الغذائي بشكل عام وأمن مواطنينا ونأمل إن شاء الله نأمل ذلك على أن ننقل الواقع كما هو كما اعتدت قناة الميدي بدون أي مبالغة أو بدون أي تجميل يعني عمليات نعم في البداية يعني ربما من البديه أن نسأل عن حصية الخسائر حتى اليوم هل بدأتم بإحصاء الخسائر أو بدأتم بتحديد تكلفة الحرب حتى اليوم؟ فيما يتعلق بالخسائر لا شك أن الخسائر لها مضعمين مختلفة بأي معنى من المعاني إذا أخذتها تشوفي أن الخسائر قد لا تتطابق وجهات النظر بين اثنين يقدرون هذه الخسائر لنبدأ بالقطاعات الانتاجية الخسائر أولا في القطاع الانتاجي أو بالقطاع المادي فالأبنية السكنية والطرقات هذه الخسائر فيها لا شك أنها كبيرة جدا من أبنية حكومية إلى أبنية سكنية إلى بناء تحتية هي خسائر لا نستطيع أن نقوم بتقديرها لا بتكلفة إنشاءها ولا بالتكلفة التي يمكن أن تتحملها سوريا لعادة البناء فعندها سنرى بأن الأرقام تختلف اختلاف كثير كبير على سبيل المثال بعض الأبنية الأسرية مثل الجامع الأموي في مدينة حلب هذه المئزنة الجامع هل ترى لها قيمة؟ لا نستطيع أن نقول أنها لها قيمة مناطق الأسرية تسرق منها بعض التحف الأسرية أو بعض اللقاء الأسرية هل هذه نستطيع أن نقيمها بقيمة محددة؟ هذا من الصعب هناك أيضا كثير من المباني الأسرية وخاصة في مدينتين دمشق ومدينة حلب دمشق وحلب هؤلاء المدينتين من أقدم مدن التاريخ التي لا تزال مأهولة سكانيا حتى الآن ففيها من الأبنية ما يعود إلى آلاف السنين وفيها من اللقاء الأسرية ما يعود إلى أكثر من ذلك بكثير فهذا التدمير الذي يطال بعض الجوامع بعض الكنائس بعض المحتويات والمقتنيات هذه لا نستطيع أن نقول أننا نستطيع بالورقة والخلم أن نقول كم تكلفتها وأنت تعرف في قيمة الآثار إذا أتينا إلى الجهاز الإنتاجي أيضا هناك تقديرات متباينة وكثيرا ما تكون حتى الآن جزافية لماذا؟ لأنه لا تزال الأزمة قائمة ولا تزال عمليات العسكرية قائمة فمتى تنتهي حتى نستطيع أن نعيد حساب ونرى كم هو المقدار هذه الخسائر لكن هذه الخسائر هل هي بالمعنى التكلفة التي دفعت لإقامة هذه المصانع أم أن الخسارة هي في الناتج الذي كان يمكن أن تقدمه هذه الآلات عن تعطل عملها؟ لذلك مفهوم الخسائر وتتلصد إعادة استعادة العافية هذه الخسائر مهما حاولنا من الدقة المحاسبية أن نقول أن هناك أحصاء للخسائر فهو تقدير جزافي ولكن نستطيع بشكل نختصر الموضوع أنها خسائر كبيرة جدا طالت الأجهزة الانتاجية بالإضافة إلى الأبناء والبناء التحتية وبالتالي هذا كله ينعكس على القدرة الانتاجية وهذه ممكن أن نحكي عن انعكاسات هذا الدمار أو التخريب وبغض النظر عن القيمة النقدية التي يمكن أن تقدم في الواقع معادي الوزير تضرر القطاع مثلا مثل قطاع الزراعة قد يؤدي إلى تأثير على الأمن الغذائي مثلا يعني الخسائر لا نستطيع أن نحصرها في قطاع صناعي أو زراعي لكن إذا كان حبيت تغذية من زاوية الانتاج الزراعي فقد تكون الأضرار في مجال الزراعة هي أقل بكثير مما هو عليه الحال في القطاع الصناعي والقطاع النفطي أو الاستخراجي الصناعات الاستخراجي أو في المجال السياحي لما زل أن الأرض موجودة والفلاحين موجودين والعاملين في الزراعة واستمرت الحكومة في تقديم كل الخدمات اللازمة لاستمرارية الانتاج الزراعي فتم تأمين الأعلاف للحيوانات تم تأمين الأسمد للمزروعات وكل متطلبات الانتاج الزراعي ولذلك من هنا فقد تكون أضرار في مجال قطاع الزراعي هي في حدودها الدنيا إذا ما قارنناها بقطاع النفطي أو بالقطاع السياحي ولكننا نسمع دائما عن صعوبة في إيصال بعض الامدادات والمواد بسبب وجود قطع الطرق في بعض الوناطق بسبب الأحداث الأمنية في مناطق أخرى الصعوبات نقل المنتجات بين المحافظات المختلفة أو المناطق المختلفة يعني ليست لها طابع استمرارية قد يكون من الصعب أنك توصل سلعة لفرضاً لمحافظة معينة اليوم ولكن بجوز بعد ثلاثة أيام يكون الطريق سالك وتصل المواد فهذه يعني ليست مشكلة أو ليست صعوبة دائمة الطرقات موجودة مرة بيكون فيها عمليات حربية تعوق عمليات الوصول إلى مناطق المختلفة حتى المشتقات النفطية كالغاز والبنزين قد يكون في يوم الأيام مثلاً من الصعب إيصالة إلى مدينة أو محافظة من المحافظات ما من نذكر يعني أسماء معينة لكن بيشوف أن المعطيات بعد أسبوع أو قد يكون بعد شهر تغيرت المعطيات وبالتالي تصبح يعني المشكلة غير قائمة وهذه المشكلة أحياناً تنتقل من المحافظة إلى أخرى وليست يعني ذات صفة استمرارية ونستطيع أن نقول أديش أضرارها أو أديش تقديرها فهذه عمليات ماذا عن سائر القطاعات؟ ما تفضلت به يضيء قليلاً على خطر كبير وهو أن قطاع الصناعة وهو له ثقله في سوريا وتحديداً في حلب تضرر كثيراً وهناك مصانع فككت وسرقت ويقال أن بعضها أصبح في تركيا ماذا عن هذا القطاع؟ إذا سمحتني أننا ذكرنا الخسائر الزراعية وأنعكاس بقية السؤال اللي ما كملناه اللي هو عن أنعكاس على الأمن الغذائي الأمن الغذائي كل المتطلبات العيشة الغذائية وخاصة المواد الرئيسية متوافرة سواء كان من المخزونات السابقة وطائما في عنا مخزون استراتيجي للسلعة الغذائية الرئيسية أو سواء أن ما سرق منها أو ما تم أتلافه تم تعويضه بمزيد من الاستيراد من هذه المواد التي المجتمع بحاجة لها لذلك النواحي الدوائية والغذائية مستمرة بنفس المستويات التي كانت عليه في السابق دون أي نقص أو أي تأثير قد يكون هناك صعوبات النقل قد يكون أثرت على أسعار بعض هذه المواد فأصبحت في مناطق مرتفعة وفي مناطق منقفضة هذا شأن له علاقة في التوزيع وفي مدى سهولة المرور أو توصيل هذه السلع إلى أماكن من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكية لكن الآن إذا أردنا أن ننتقل إلى الصناعة فخسائرنا في الصناعة كانت كبيرة جدا وخاصة مدينة حلبة التي تعتبر هي العاصمة الصناعية وفيها مدينة صناعية متكاملة المعروفة باسم مدينة صناعية شيخ نجار وفيها مصانع متطورة هذه المصانع ذات النوع متعددة منها ما يعمل في مجال إنتاج المواد الأولية ومنها ما يعمل في مجال التصنيع وإنتاج السلع النهائية فكانت بدايات هذه الأزمة التي مرت فيها سوريا كان هو استهداف المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية أو المنتجة للمواد الأولية في الصناعات الاستراتيجية وأقصد بالتحديد هنا هو الصناعة النسيج سوريا تشتهر بصناعة النسيج وتنتج من الخيوط أكثر من حاجتها في كاسم الأحيان والخيوط متنوعة منها ما هو الغزل المشتق يعني من القطن ونحن نزرع القطن ثم نحوله إلى خيوط للصناعة وهناك الخيوط التصنيعية اللي هي عبارة عن من مشتقات مختلفة تنتهي إلى خيوط من نوع معين جزء منها كبير للتصدير وجزء منها للصناعة المحلية فتم أول ما تم في البداية الأزمة هو استهداف المصانع المنتجة لهذه المواد الأولية فضرب مصانع تنتج المواد الأولية لمصانع متعددة أثر على بقية المصانع بشكل غير مباشر ومهد هذا بالتالي مع تفاقم الأزمة إلى أيضا تخريب وتفكيك هذه المصانع فإذا كانت الخسائر منذ بداية الأزمة مزدوجة يعني ليس الخسائر في المصنع الذي تم تدميره وإنما انتقلت إلى أنه هو منتج لمادة أولية انعكست على باقي المصانع التي لم يتم الاقتراب منها أو لم يتم تدميرها فإذا انتقل الأثر الاقتصادي السلبي إلى هذه المصانع ولكن مع استمرار الأزمة لمدة تزيد عن العامين تقريبا يعني تفاقمت هذه الأزمة شيئا في شيئا بالنسبة لقطاع انتاج النفط بدلنا نسمع في الفترة الأخيرة ببعض المبادرات التي تقوم بها جهات غير رسمية لنقول أنها مدعومة أو ربما تابعة مباشرة للجيش الحر تقول أنها سوف تستخرج النفط وتقوم باتفاقيات مع شركات أجنبية لاستخراجه وانتاجه وانثم تصديره ألا تخشون أن تتجاوب بعض الشركات الأجنبية لأسباب سياسية مع هذه المبادرات بالحقيقة هو نخشى قد نخشى وقد لا نخشى لعدة أسباب ومبررات يمكن أن نتحدث بها أولا نخشى من ذلك لأن هذا النفط هو سربة وطنية وذات أهمية كبيرة يعول عليها كثيرا في تأمين احتياجات سوريا من المشتقات النفطية المتعددة وما يفيد عن حاجة سوريا من المشتقات النفطية يتم تصديره إلى الخارج فعندما توقف أولا إنتاج النفط أو ما بقى في إمكانية لإستخراج هذا النفط أثر أيضا على إنتاج المشتقات النفطية فأصبحنا مستبردين للمشتقات النفطية بدلا من أننا كنا نقوم بتأمينها من النفط المنتج محليا أو المستخرج محليا فإذا أضفنا إلى التزاماتنا كحكومة هي التزامات في تأمين المشتقات النفطية وبتكاليف تكاد تكون عالية أو بزيادة عن الأسعار المتعرفة عليها في الأسعار أو الأسواق الدولية لأن حتى نقل النفط إلى سوريا يعني طريبا يعني معرض إلى العقوبات الأقصادية وخاصة مؤسسة محروقات التي هي تعنى بعملية التوازن بين الاحتياجات وبين التصدير أو الاستيراد فإذا من هنا تكلفة المستبردات المشتقات النفطية أكثر مما هو طبيعي في الدول العادية تحولنا من مصدر إلى مستبرد يعني فاقم هذا مشكلة الالتزامات التي على الحكومة أن تقوم بتأمينها لكن أن هذا الواقع حصل فالمشكلة هنا نجد أنها ذات بعد أيضا أخلاقي كبير ويعكس ما هي النواية الحقيقية للدول التي تقول سندعم أو ما ندعم المعارضة كيف ستقبلون بأي مقياس بأي معيار من المعايير أن تشتروا نفطا غير مستخرج من الأراضي من دولة لا تزال هي الدستورية وهي القانونية وهي تأخذ كل أبعاد دولة فهل هذا منطق مقبول في القانون الدولي؟ هل هذا لا يتناقض أو لا يتعرض مع العراف الدولية ومع القوانين الدولية؟ ثانيا عندما تصل الأمور إلى أنه يضربوا بكل الأعراف الدولية وبكل المعاهدات وبكل القيم وأخلاقيات التعامل بين الدول أيضا هناك قد يكون حلولا ومن هنا أقول أننا لا نخشى أن يتخذوا مثل هذه القرارات لأن هناك حلولا ما بالضرورة أن نتحدث عنها شو هي الحلولة الممكنة لكن نقول أن هناك استحالة استحالة في تصدير النفط السوري بأي طريقة من الطرق علما بأننا كنا نحن كثيرا من المشتقات النفطية ما يتم تهريبه إلى الدول المجاورة ولكن يعني كان يغضي الطرف أحيانا أنه كلنا شعب عربي واحد وأم عربية واحدة وإذا حصل هناك بعض التهريب يعني لم يكن هناك تقييدات شديدة لكن أن يتم بهذه الطريقة واستخراج النفط الخام وتهريبه إلى دول يعني ما بنحدد من هي هذه الدول موضروري يعني لأنه قد تختلف ممكن اليوم تكون تركيا بكرة تصير بريطانيا ممكن تصير فرنسا أنت تحدد الآن تمررها ما نمررها لكن أي دولة يخطر على بالها أن تشتري من النفط المستخرج بطرق غير مشروع ومبع ستعرض نفسها وستعرض القائمين على عمليات التهريب إلى نتائج يعني قد لا تحملها اسمح لي بالسؤال الأخير قبل أن نختم هذا المحور يعني في ظل كل ما تفضلت به وفي ظل هذا التراجع في الصادرات كيف تغطون تراجع احتياطي النقد الأجنبي اليوم؟ لا شك نحن مصادر القطع الأجنبي كانت هي في مجال تصدير السلعة الزراعية أو في مجال تصدير السلعة المنتجات الصناعية تراجعت إلى الحدود أقل من الدنيا بالإضافة إلى أن النفط تأثرت تصديره إلى درجة كبيرة أو من عدم تأثرت السياحة إلى درجة كبيرة تأثر قطاع تحويل المغتربين السوريين الذين يعملون في دول الجوار أو في الخارج إلى سوريا فهناك أصبح لدينا عجز أو نقص كبير في الموارد القطع الأجنبي ولكن هذه تم تعويضها أيضا بطرق مختلفة هذه الطرق وكلها طرق رسمية أن بعض الأمور هنا بعض الاستثمارات في هذه الحالة أصبحت منتجة أو مجزية اقتصاديا فشجعت كثيرا من رجال العمال الذين لهم أرصدة في الخارج أصلا وهي ليست قليلة إلى أنهم بدأوا يمولون عمليات الاستيراد من هذه الأرصدة الموجودة وهي عملية مع المحافظة إلى حد ما على قيمة الليرة السورية فكانت مغرية على أن يتم الاعتماد على أرصدة السوريين الموجودة في سوريا وخاصة في الدول المجاورة وأرصدة السوريين موجودة في الخارج فعلا هي ليست قليلة على الأطلاق وطالما وجدت البيئة التشريعية إلى حد ما محافظة على قيمة العملة فأصبح هذا يغري كثيرا باستعمال هذه الاحتياطيات التي لديهم أو هذه الأرصدة التي كانت تعمل في الخارج بتمويل احتياجات القطر وهذا خفف كثيرا من العبء المفروض على البنك المركزي لتمويل احتياجاتنا أعذرني على مقاطعتك ولكن يجب أن نتوقف مع فصل قصير إذا سمحت مشاهدين فصل قصير ونتابع القو معنا أهلا بكم من جديد نتابع هذا الحوار من قلب العاصمة السورية دمشق معدل الوزير كمدخل لفهم الواقع الاقتصادي في سوريا ما هو رأيكم بالسياسات الاقتصادية السابقة لهذه الأزمة؟ السياسات الاقتصادية كانت تقوم على مبادئ إيديولوجية وهي رعاية الدولة لكل عمليات الانتاج أو دعم المستهلكين ودعم المنتجين وما شابها ذلك حاليا نحن في ظل هذه الأزمة فكان هناك توجه أنه نترك هذه التوجهات الايديولوجية ويكون تفاعلنا مع الواقع وبحسب المستجدات فكيف يقتضي الواقع منا وكيف نستطيع أن نحل مشكلات الاقتصادية البارزة سواء النتيجة الأزمة أو بشكلها العادي دائما في كل مجتمع في مشكلات اقتصادية فكان دائما توجهنا إلى كيف نستطيع أن نقلل الآثار السلبية ندعم الآثار الإيجابية وهذا بدأنا نتبع سياسات واقعية كل بقرة الاهتمام فيها هو تأمين حاجات المجتمع أعذرني على المقاطعة معاني الوزير ما كنت أقفده بالسؤال يعني ما نحاول فهمه البعض يلقي باللوم على بعض السياسات السابقة التي تحت عنوان انفتاح وحضرتك تترقت منذ قليل إلى موضوع انتقال أو سرقة بعض المصانع من حلب إلى تركيا البعض يقول أن مثلا الاتفاقيات التي كانت أقيمت مع تركيا سمحت لبعض الأتراك بدخول السوق السورية بتسويق منتجتهم هنا من دون أن يستوردوا أو يدعموا السوق السورية هنا بأي شيء وهذا سمح لهم أيضا باكتشاف والتعرف إلى هذه المصانع التي سرقوها فيما بعد وكل هذا تحت عنوان أو باسم الانفتاح الاقتصادي لا أعتقد أن سياسة الانفتاح الاقتصادي يتصلها مباشرة بعملية السرقة لأنه إذا كان هناك انفتاح في العلاقات بين سوريا ولبنان على سبيل المثال أو بيننا وبين الأردن هل يعني عندما يأتي رجال الأعمال ويطلعوا أن هناك مصانع من نوع معين هل هذا سيكون النية فيما بعد أن يقوموا بسرقة هذه المصانع ليست تماما ولكن إذا لم يكن التعاون قائما على الأخذ والرد سياسة الانفتاح كانت هي عبارة عن سياسة انفتاح يعني محدودة بقطاعات معينة بمجال معين ليست هي كانت سياسة انفتاح بالشكل المتبع في الدول المتقدمة أو في دول أخرى فكانت هي عبارة عن سياسة انفتاح ولكن محكومة بقوانين وبأهداف معينة الغاية منها هو تحقيقها والانفتاح كان هو عبارة عن خطوة باتجاه البيئة العالمية التي تغيرت في عام 1995 معنا الشوق منظم تجارة العالمية كل الدول أصبح مطالبة بأن تتكيف مع هذه المعطيات هذا التكيف يعني أننا لا بد من أن نبتدأ بإجراءات كانت تخفيف الإجراءات والقيود على الاستيراد تخفيف القيود على الإنتاج وغير ذلك من السياسات الاقتصادية فمن هنا سياسة الانفتاح كانت تتماشى مع هذه القطوة فسوريا تقدمت إلى طلب العضوية في منظمة تجارة العالمية والصين أيضا حصلت في سنوات على عضوية المنظمة وروسيا نفس الشئ فإذا كان العالم كله يتجه باتجاه التعاون الدولي والانفتاح على بعض البعض فإذا سوريا لم تخالف المنطق العام على المستوى الاقتصاد العالمي وأيضا اتجهت نحوها الانفتاح ولكن انفتاح ينشجن مع ظروفها الخاصة وهذا أيضا كان مشرعا من ضمن قواني منظمة تجارة العالمية أن الدول المتقدمة تطبق قواعد تعطي مهل زمانية أكبر للدول الماملة لكي تتأقلب مع هذه المتقدمة ربما الأصوات المعترضة كانت تقصد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي وهي سياسة قد لا تكون بين المزدوجين اشتراكية كما اعتاد السوريون يعني هل اشتراكية أو عدم الاشتراكية هو مثل ما أنه يدخل في نطاق الاديولوجيا نعم السورية في ظل الانفتاح أو في عدم ظل الانفتاح تمت رعايتها لدعم الانتاج ودعم الاستهلاك ورعايته لكل جوانب الحياة الاقتصادية لكن أعطت مجالا أكبر للقطاع الخاص لكي يساهم في العملية الانتاجية وأطلقت موضوع التشاركية فترة من الفترات وسمحت للقطاع الخاص بإقامة استثمارات لم تكن في السابق تسمح بها ومن هنا إذن هو تحول تدريجي شيئا فشيئا نحو حرية اقتصادية ولكن حرية اقتصادية مقيدة بحسب رغبة أو بهدف أن لا يكون هذا الانفتاح زو أسار تدميرية على الأقصاد القومية فإذن كان انفتاحا تدريجيا مدروسا يراعي العلاقات الخارجية فسوريا بقيت قد السنوات وهي تسعى إلى توقيع اتفاقية الشراكة المتوسطية نعم وعضوا في مؤتمر برشلونة بعام 1995 الوقائع كانت أحيانا تعرقل عملية التوقيع على اتفاقية كانت سوريا تضع دائما قيودا وشروطا مع دول الاتحاد الأوروبي لكي تكون الاتفاقية منسجمة مع حاجاتنا تلبي احتياجات نمونا وتطورنا وتتجه تدريجيا باتجاهات الوصلة لها لدول الاتحاد الأوروبي فإذا نحن نخطو بخطة دائما عاقلة مدروسة قد يجد البعض أن في ذلك عيبا وقد يجد البعض أنه نحن بحاجة إلى التحرر بسرعة أكبر أو بسرعة أقل هذه السياسات الاقتصادية هكذا كانت وهكذا صار تعاني سوريا من مشكلات لا تقل عن مشكلات في الدول سواء سبقتنا في الانفتاح أو لم تسبقنا في الانفتاح والمشكلات الاقتصادية شيء ملازم للوجود الاجتماعي ليس هناك مجتمع لا يعاني من مشكلات الاقتصادية وهذه المقولة يعني قانون مطلق هل ليس هناك أحبت عن أزمة اليوم وليس مشكلات اقتصاد العديد أزمة في عنا أزمة أنت ربطيها بالانفتاح ليس الانفتاح هو سببا للأزمة طيب عزيم بالحديث عن الخطوات الحالية المتبعة هناك تسريبات عن توجه لدى الدولة لرفع الدعم عن السلع الأساسية ما هي صحة هذه التسريبات؟ الحديث يجري ولم تتخذ فيه أي قرارات في هذا المجال نتيجة الأصوات التي بدأت أو الأراء التي تطرح وترى بأن هذا الدعم لم يصل إلى مستحقية وأنا مع هذا الرأي على سبيل المثال عندما أدعم أو أدى الدولة تدعم مثلا قطاع المشتقات البترولية تدعمها فهل لدى الفقيرة السيارة لكي يستفيد من الدعم المقدم إلى البنزين قد يستفيد منه بشكل غير مباشر وبنسب ضئيلة لكن من يستفيد؟ استفيد الشخص الذي يمتلك كل فرد من أفراد أسرته السيارة ويستهلك كمية كبيرة على سبيل مثال المزوط الذي يستخدم في التدفئة بغض النظر عن المجالات الثانية في التدفئة الفقير بيستهلك بالسنة 300 إلى 500 لتر مزوط فإذن الدعم الحكومي عب تناول استهلاك هذه العائلة بضمن هذه الكمية من المزوط لكن عب يجي بالمقابل شخص آخر من الأغنية قد يستهلك 20 ألف لتر مزوط أو 15 ألف أو 5 ألف فإذن لحظة أن الدعم كله يذهب إلى المستهلك الأكبر وليس إلى المستهلك الأصغر والمستهلك الأكبر هو الذي لا يحتاج إلى الدعم أصلاً فإذن نحن تعالت هنا الآراء والمطالبات بأن هذا الدعم يا أخي لا يذهب إلى المستحقي على الأطلاق فهل هناك آلية أخرى يستفيد منها الطبقات ذات الدخول المحدودة أو الفقيرة فمن هنا بدأت تجري التفكير جاداً إلى أننا كيف يمكننا أن نترك الأسعار تتحدد بحرية في السوق ونمشي بالتعامل على مستوى هذه الأسعار وكيف نعوض الطبقات التي هي بحاجة إلى الدعم بالضبط كيف ذلك؟ يعني ليست عملية مستحيلة ولكن هناك دراسات اجتماعية تحدد ما هو فرض على سبيل المسال هي وسيلة من الوسائل نستطيع أن نقول ما هو مثلاً مستوى المعيشة إذا تركت الأسعار بحرية ها؟ هديش هو مثلاً مستوى الدخل الذي يضمن الحد الأدنى من المعيشة ومن عندها نرى بأن كل العوائل التي يقل دخلها عن الحد الأدنى فهذه تحتاج إلى الدعم فإذا عائلة إذا حددنا هذا المستوى مثلاً بـ 25 ألف ليلة سورية على سبيل المسال فإذا كل عائلة إذا كان دخلها 15 ألف متوسط دخلها ممكن تنعطها دعم 10 ألف لحتى نوصلها إلى الحدود الدنيا العائلة التي دخلها 5 ألف معناتها بدها دعم 20 ألف إذا دعم ليس واحداً لكل العائلات هذا يحتاج إلى دراسات اجتماعية تحدد مستوى دخل كل الأسرة وتستطيع أن تعوض هذه الأسر غالباً أصحاب الدخل المحدود هم الذين يتأثرون بعملية تحرير الأسعار لماذا؟ لأن هؤلاء عملهم يكون بعقود وبدخول أو أجور زواء أخذت شكل راتب أو أجر محدد فهذا كلما ارتفعت الأسعار يبقى أجره يتناقص من حيث القوة الشرائية فإذا هدولنا استطيع أن نحدد قديش مقدار الضرر اللي وقع عليهم ممكن تعويضهم الطبقات اللي دخولها متحركة في منها قادرة على أن تتلاءم مع الظروف المستجدة يعني ارتفعت الأسعار مثلاً الشخص الذي يعمل في مجال التجارة فهذا عندما ترتفع الأسعار مهما كانت الأسعار التي يشتري التي يبيع بها مرتفعة هو يشتري أيضاً من السوق فإذا هو يشتري بسعر السوق ويبيع بسعر السوق مع حامش ربح فإذا هو يوازن دخله من خلال السوق هذا مسميهم أصحاب الدخول المتحركة فمثلاً الطبيب لا يمكن أن نقول أنه أنت لأجرة الكشف الطبي يجب أن تكون خمس ليرات كما كانت منذ عدة سنوات ولا يمكن أن حد إذا بمئة ليرة هو حكماً بده الطبيب يرفع هذا المستوى للكشف الطبي سائق السيارة بيع الخضار والفواكه فكل هذا بنقول أنه يتماشى مع آليات السوق ومع التغيرات التي تحصل في السوق المتضرر هو الذي ليس له دخل أو ليس دخل ولكن محدود هؤلاء ستم حساباً دراسات اقتصادية وسيتم تعويضهم فإذا ليس هناك رفعاً للدعم دون أن يكون هناك مخترناً بسياسة تعويضية تحافظ على السلامة الاجتماعية ماذا عن معالجة مشكلات الفساد وهي موجودة في بعض مفاصل الاقتصاد الفساد له يعني معالجته هي تزاد طابع قانوني فهناك لدينا أجهزة رقابية هل هناك تشدد اليوم في ظل هذه الأزمة؟ وهناك فيه تشدد على محاربة الفساد ومكافحة الفساد وهناك مراسيم جديدة يعني أما صدرت وأما ستصدر قانون العقوبات الاقتصادية أيضاً منذ فترة بسيطة فإذا هناك بنية قانونية جديدة للحد لأنه كلما توسعت النشاطات الاقتصادية المتروكة للقطاع الخاص كلما قد تقترم بفساد أكبر فإذا تحتاج إلى آليات للضبط والمحاسبة أيضاً تتماشى مع تطور الوقائة في المجتمع هو أعتقد أن الحكومة واعية لكل هذه الأمور ويمكن أن تساهم في الحد منها ومهما يعني كافحنا الفساد لا أعتقد أن هناك دولة لا يقال فيها عن فساد لا أعرف في هناك دولة مثالية حتى هناك معايير صارت أصبحت مؤشرات عالمية للفساد ونتفاجأ عندما نرى هذا التصنيف العالمي لدرجات الفساد أن حتى بعض الدول المتقدمة أنها يعني درجات فساد فيها فشوفي كم رئيس دولة وكم رئيس وزراء فيه حتى في الدول المتقدمة متهم بالفساد ولكن للأسف دعونا الديمقراطية وأنه هنا يعني يتشفوا الفساد ويحاسبوه لكما ما شفنا ولا محاسبة لأي شخص من المسؤولين في هذه الدول الوقت بدأ يدهمنا أعذرني على المقاطعة السؤال الأخير في هذا المحور إذا سمحت ما هي حقيقة الكلام عن تعويم ليرسولية؟ التعويم هذا يعني حاليا ليس له أساس من الصحة ولكن سياسات معينة يتبعها المصرف المركزي يشتق بعضهم منها أو يستدل منها على أن هناك تعويم لا أعتقد أن هناك تعويم بالدليل ذلك أن هناك خططا وستكون قريبة التنفيذ هي التي تعني بتأمين كل احتياجات المجتمع بقطع أجنبي مدعوم من قبل الحكومة وبسياسة نقطية موجهة لكي هذا جزءا من إيصال الدعم إلى مستحقي ولذلك التعويم بالمعنى الذي يفهمونه في دول أخرى بالمقارنة يعني ليس هو على الأطلاق يعني ليس مطروحة الآن نعم سنتوقف مع فاصل الأخير إذا سمحت مشاهدين أبقوا معنا فاصل ونتابع أهلا بكم من جديد مع علي الوزير نتابع حوارنا وإذا سمحت ننتقل الآن للحديث قليلا عن العلاقات التجارية الخارجية لسوريا هناك طبعا تغييرات ترأت عليها بسبب التغييرات السياسية والاستفاف الجديد الذي ولد مع ولادة الأزمة السورية في الواقع هناك كلام عن بعض مراكز النفوذ داخل جهاز الدولة السورية يعرق التنفيذ اتفاقيات مع بعض الجهات مثل دول بريكس مثلا مثل إيران مثل روسيا ما صحة هذا الكلام؟ إذا دخلت في مجال العلاقات الاقتصادية يعني ما هي جوهر أو ما هو المقصود بعلاقات اقتصادية هو استيراد أو تصدير هذه العلاقات الخارجية تماما نعم فاليوم عندما فرضت العقوبات الاقتصادية من دول الاتحاد الاوروبي وهذه العقوبات كانت جائرة جدا عندما امتدت إلى قطاع النقل وإلى قطاعات أخرى التي هي التأمين لذلك نحن في سوريا بحكم الواقع وارداتنا كانت من الدول فرضا الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الدول عندما بدأت تطبق العقوبات الاقتصادية ماذا سنستورد منها؟ إذا ليس هناك شركة نقل قابلة أن تنقل لنا على سبيل مثال هذه البضاعة إذا كان ليس هناك كان عندنا القطاع المصرفي وقطاع عام حكومي وإذا فرضت عليه العقوبات الاقتصادية كيف سندفع قيمة مستورداتنا من دول الاتحاد أو دول الاتحاد الأوروبي أو غيرها التي تطبق العقوبات الاقتصادية إذا بحكم العقوبات الاقتصادية ستتجه العلاقات الاقتصادية إلى الدول التي لم تلتزم بالعقوبات أو على الأقل المعذكر الآخر لذلك القول بأن هناك في مفاصل في الحكومة تقاوم عمليات التوجه إلى دول أبريكا ليس له أساس من الصحة أولا لم يعود لدينا هذا الفائض الذي نصدره لا بالقطاع الزراعي ولا بالقطاع الصناعي ولا بالقطاع النفط والقطاع الاستخراجي فإذا كان ليس لدينا ما نصدره إلا القليل قليل وبعض المنتجات الغذائية الرئيسية كزيت الزيتون أو على سبيل المثال الأقمشة أو الملبوسات فهي لا تكفي لإقامة علاقات مع مجموعة دول البريكس التي وصيا على سبيل المثال التي علاقاتها في الاقتصاد العالمي لها نسبة كبيرة الاقتصاد دول البريكس يتجاوز 18% أو 20% من التجارة العالمية فكم لدى سوريا من المنتجات لتبادلها أو تصدرها إلى دول البريكس واضح الفكرة يعني حاليا لو أنه كان مسمحنا أو نحن نرغب وفعلا نقيم جسور للتوجه إلى دول البريكس والتعامل معه لكن ماذا تصدر إلى دول البريكس؟ لا يعني المقصود أن البعض ربما تانية استيراد من الآلات البعض يخشى أن يكون هناك ربما مقابل سياسي لهذا الانفتاح أو الدعم الذي تقدمه دول البريكس وهذا واقعي يعني دعم سياسي كيف؟ أنه تجينا منتجات مقابل أي يكون هناك مقابل سياسي أي يصبح لها نفوذ أكبر هنا على رأسها روسيا الله أعلم بالنواية لكن نحن بنقول دول البريكس هو تجمع دولي ليس صغير تجمع يرفع شعار العلاقات الاقتصادية الإنسانية يرفع شعار التعاون بين الدول يتنادو في دول البريكس في آخر مؤتمر لهم إلى التعاون مع الدول النامية وإلى إنشاء صندوق يقوم مقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنشاء والتعمير الذي أخذه طابعا سياسيا فإذا هم يقدمون وجهة نظر سياسية اقتصادية في العلاقات الاقتصادية الدولية هي ليست موجهة إلى سوريا أو غير سوريا هم لهم مبادئ يمشون وراها الآن نحن كدولة سورية نامية هل علاقاتنا الاقتصادية ستكون في حال أفضل إذا بقينا على دول الاستعمار القديم أم إذا كانت تحولنا إلى التعاون مع دول البريك نحن لم نعرف بأن روسيا استعمرت شعبا من الشعوب لم نعلم بأن جنوب أفريقيا اتطهدت أمة من الأمام لم نعرف بأن الصين دولة ظالمة وهم يطرحون أننا سنريد أن نحل بهذا التجمع أننا سنحل العلاقات الاقتصادية الإنسانية نحن نسميها أنسنة الاقتصاد فإذا كانت دولة ترفع هذا الشعب شو يعني من سنحنا كيفية استجابة الصين وروسيا أنا بدأ أقول لك في المقارنة يعني بالمقارنة دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية دول الاتحاد الأوروبي تحديدا الذي كانت ترفع منذ سنوات شعار الاتحاد المتوسطي قبله كانت الشراكة المتوسطية فالشراكة المتوسطية تبعى معونات سواء على شكل معونات فنية أو داعمة الذي تحقيق البنية التحتية اللازمة للتطور كنا أنا ماشي في هذا الاتجاه مع دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية تطرح مشروع الشرق الأوسطي الجديد أو الشرق الأوسطي الجديد ما بعرف شو تسمياتهم دائما تختلف حسب مضامين سياسية معينة فجأة تتحول هذه الدول إلى دول معادية إلى سوريا فإذا كانت سوريا دولة تعاني من مشكلة داخلية إذا كان هناك فئة من فئات المجتمع السوري تطالب بمزيد من الحرية تطالب بمزيد من الدموقراطية تطالب بمحارب فساد مهما كانت مطالبة سياسية فهل أنتم تتحولون من دولة داعمة للنمو والتطور إلى دولة معادية لهذه السورية يعني كان ممكن أن يدخلوا عن طريق تهدئة الأوضاع عن طريق رعاية الحوار عن طريق الضغط لتحقيق مكاسب للطبقات المحتجة على السياسات السابقة على سبيل المثال فكيف يتحولون هم ويصبحون هم الأعداء يصبحون هم طرفان وتصبح أولئك المتظاهرين وهم أداة بأددهم لتحقيق أهداف أخرى هذا لا يستقيم منطقيا وهذا يكشف على أن النوايا أصلا سواء كانت الشراكة المتوسطية أو الاتحاد المتوسطي أو الشرق الأوسط لا يكشف هذا التصر إلا على أن الطروحات كانت شيء والأهداف الأخيرة النهائية كانت شيء آخر لأنه من العار جدا أن تتدخل دول بمستوى دول الاتحاد الأوروبي وتصبح طرفا في النزاع بين أطراف متنازعة في سوريا ممكن أن تقدم مجالا لحل مشكلاتكم يا سوريين بالحوار بالتصالع بالتنازل لبعضكم البعض يعني تحل فيمكن أن تكون هي طرف خير طرف داعم للاستقرار وليس تكون هي طرف محارب وتصبح دواتها هي هؤلاء الذين قاموا به هل سنشهد مثلا بالعودة يعني الحديث عن دول بريكس أو حتى دول ميركوسور أيضا هل سنشهد مثلا افتتاح مصانع جديدة في سوريا أم سيقتصر الأمر على التبادل السلعي بين سوريا وهذه الدول أو هذه المجموعات لنقول لا شك أننا حاليا عمليات الاستثمار في ظل الأزمة هي في حدود أنا ذكرت يمكن في بداية حديثة هي بالحدود الدنيا من الذي سيفكر صيني أو روسي أو إيراني أو من جنوب أو في أبداجي يفكر هلأ يفتتح مصنع في سوريا ربما ليس الآن في ظل الأزمة ربما لاحقا لكن البيئة التشريعية نحن حاليا عم فكر بعدة اتجاهات هي لتنفيذها فيما بعد هذه الأزمة أولا في مجال التجارة تجارة عالمية مفتوحة على كل دول عالم لكن في مجال البناء الانتاجية نحن الآن في صدد تغيير قواني الاستثمار في سوريا ونحاول قدر الإمكان أن نقدمه بيئة تشريعية استثمارية تكون لم تكون أفضل من الدول المجاورة فهي ستكون على الأقل موازية لهم وكثيرا ما نعيد الحسابات والدراسات في مجال قواني الاستثمار التي نسعى إليها الآن إلى أن تكون فعلا على المستوى المطلوب ثانيا في مجال الاستثمارات نحن نحاول الآن أيضا أن نقدم بيئة تشريعية للمناطق الحرة بحيث تكون سوريا نقطة جذب مهمة جدا للاستثمارات الخارجية هل ستكون هذه الاستثمارات ستكون الأولوية فيها أو إذا كان في هناك مجال أن تكون دول البريكس فأعتقد أن لدول البريكس مصلحة في أن يضعوا مزيدا من قوى الانتاجية في سوريا نظرا لقربها من الأسواق التي يصدرون إليها فالبضاعة المصدرة من الصين حتى تصل إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أفريقيا بدلا من أن تحتاج إلى شهر في الناقلات البحرية يمكن أن تقيم مصانع استثمارية في سوريا وتستطيع أن تصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي بعدد ساعات محدودة في النقل فإذن يصبحوا بقوىهم الانتاجية قريبين من أماكن التصدير أو الاستهلاك إذن الآن نحن نسير في هذا المجال ندرس الإمكانيات لا نقول هلأ اتخذنا قرارات ولكن ندرس إمكانيات أن يكون هناك مناخ استثماري مغري جدا وستكون هناك اتفاقيات مع دول البريكس وحاليا بداية حاليا في نوع من الحديث عن أنه إمكانية نعمل معارض دائمة لمساء الشركات الصينية في سوريا سواء كانت هذه الشركات ستبيع في السوق المحلية أو ستبيع إلى الدول أو تصدر إليها فهذا العروض التجارية أو هذا المعرض التجاري الدائم للشركات الصينية الراغبة في الاشتراف في مثل هذا المعرض هي مقدمة لأن تنتقل مستقبلا إلى أن تنتقل مصانعها الانتاجية حاليا في مشاورات في هذا الموضوع سيعرض على رجال أعمال الصينيين وحددنا المكان وحددنا شو هي الشروط وحددنا لكن هذا يتوقف على رغبته ستعرض هذه الأمور على رجال أعمال في إيران على الصين على الهند وكل من يرغب ويشترك في هذه المعارض ستكون الغاية النهائية بعد تحويل هذه المعارض الدائمة إلى استثمارات دائمة نحن سنستفيد من عدة مجالات في هذا التعاون ونحن جادين في ذلك إن شاء الله هو أن إذا كان سمحنا للبنية استثمارية لهذه الدول أن تنتقل إلى سوريا أن يكون هناك استخدام للمواد الأولية التي نحن نقوم بتصديرها لهم فبدأ من أصدر القيوط إلى الصين تأتي المصانع الصينية وتأخذ القيوط السورية من هنا بدل ما أصدر النفط إلى الصين فبتكون الشركات الصينية أصبحت قريبة من مصادر إنتاج هذه المواد الأولية فإذن أنا أصدر لها وهي موجودة بأقل تكلفة هذا يساعدها في مجال التنافسية الدولية المنتجاتة ثانيا تشغل يد عامل المتوافرة لدي في لدينا يد عامل متوافرة خبيرة وقد نطرح عليهم أيضا أنه مشاركة رأس المال مع هذه الشركات يعني شو اليمنع أنه شركة صينية والله عشرة في المية مثلا من رأس ماله أو عشرين أو أقل أو أكثر أنه يكون متاح لأصحاب رؤوس الأموال السوريين يعني يكونوا في شراكة معهم طيب ماذا عن دول؟ بدلا من أن نرسل مستثمرين السوريين إلى دول أخرى ليستثمروا سول مانع أنه يكونوا متواجدين هنا وأبشاركوا الشركات العالمية في مجال الاستثمار هذا يحتاج إلى بنية تشريعية هذه البنية التشريعية يجري تحضيرها في حالة الأزمة لتطبيقها فيما بعد الأزمة إن شاء الله مباشرة نأمل ذلك ماذا عن دول الجوار؟ لأن سوريا تبدو نوعا ما محاصرة الحدود مع تركيا مغلقة إيران عليها عقوبات غربية لبنان هو أصلا خاصر رخوة وأحيانا قطاعه المصرفي يخضع لبعض الضغوط الأمريكية هل من خطط تضعها الحكومة الحالية أو الوزارة تحديدا للخروج من هذا الحصار؟ أل كانت خطط على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد؟ علاقاتنا بدول العربية في هناك تحكمها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى هذه الاتفاقية لا تزال سارية المفعول وأيضا أضيف إليها الاتفاقية التجارة الحرة مع إيران هناك حاليا في وفد رح يكون في زيارة لروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان أيضا للدخول في اتفاقية التجارة الحرة وهم يدخلون مع بعضهم البعض في اتفاق اسمه اتحاد جمرقي وإن شاء الله مؤهل سوريا لأن تنضم إلى هذا الاتحاد فإذا هناك خطة لا تكون على حساب دول الجوار لأنه ليس هناك أي مشكلة مع دول الجوار اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى قائمة ولا تزال صادراتنا ووارداتنا حتى ظهرت هناك مطالبات أنه وقف التصدير إلى فرضا السعودية بسبب أنه سياساتها أحيانا هي داعمة لبعض الجهات هنا لا نحن نتعامل مع شعب السعودي شقيق وقد يعود الصالح في يوم من الأيام وقد نعود إلى نفس مستويات العلاقات السابقة وقد تكون أفضل نفس الشيء بالنسبة للأردان نفس الشيء بالنسبة للبنان نفس الشيء بالنسبة العراق فإذا نحن ليس هناك أي مشكلة مع أي دابلة من دول الجوار والنقل يسير بأمان وكل وارداتنا جزء كثير منها التي امتنعت دول المقاطعة الاقتصادية عن تصديره أحيانا بيشجع سواء السوريين موجودين في هذه الدول أو الرجال العمال العرب كمان يتعاون مع سوريا لا يوجد أي إشكال في هذا المجال شكرا جزيلا لك لهذا الحوار الغني ولهذه الاستضافة الكريمة أيضا في وزارة الاقتصاد هنا في العاصمة السورية دمشق مع علي وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد ضافر محبك شكرا جزيلا لك وأنتم أيضا مشاهدين نشكر لكم حسنا المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة